بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده حمد الشاكرين وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الجمع الكريم حيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ألتقيكم من مركز الشيخ علي الغرياني في هذا اللقاء الطيب المبارك وهذا النشاط التفاعل الطيب في سلسلة محاضرات تقام وما أكثر ما يقام في هذا المركز المتألق حقيقة من نشاطات ندوات ومحاضرات ولقاءات فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في القائمين على هذا المركز والداعمين له ونرجو أن يكون هناك مراكز كثيرة إشعاعية في بلادنا تنشر الوعية والخيرة والنفع والدعوة الخيرة فأسأل الله أن يبارك ونحن على أبواب هذا الشهر المبارك شهر رمضان الكريم شهر النفحات والرحمات وشهر القرآن وشهر الاستجابة وشهر تسفض فيه الشياطين وتتنزل فيه الرحمات وترفع فيه الدرجات أن ندخل هذا الشهر ونحن أنقياء ونحن راقوم ونحن متميزون وأنفسنا في حالتها العالية من التزكية وقلوبنا في حالتها العالية من النقاء لنستقبل هذا الشهر الكريم أحسن استقبال ونكون أهلا لنفحاته ويختم لنا بالغفران وبالجنان يا رب العالمين إذن هذه سلسلة كما قلت دعيت إليها لأشارك في أحد محاضراتها اليوم أنا سأتكلم عن غيث القلوب وغيث القلوب هنا قصدت به وقصدنا به بالتحاور مع الأخوات المشرفات على هذا المركز وعلى هذا النشاط قصدنا به القرآن الكريم ونحن حقيقة في شهر الاحتفاء والاحتفال بالقرآن الكريم دائما ما أقول سبحان الله العظيم المؤمن يتأمل ويتأول خير إن شاء الله تعالى فالله سبحانه وتعالى لما حدثنا عن شهر رمضان قال بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن خلال آيات الكتاب نعلم أن هذا الشهر أن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن وأنزل القرآن في خير ليلة من ليالي هذا الشهر الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة وفي سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر سبحان الله العظيم يعني الربط بين القرآن ورمضان كأن الله عز وجل أراد بنا أن نحتفي ونحتفل بنزول القرآن لأن نزول القرآن يعني أعظم حدث ربما أعظم أو من أعظم الأحداث التي مرت بالتاريخ بنزول القرآن بدأت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته هي الرحمة للعالمين يقول تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لكأنما هناك نهر يسير لو قلنا إن نهر يسير في اتجاه معين بعد نزول القرآن وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تم هجرته وتكوينه لمدينته المنورة وتكوينه لدولته شق النهر في اتجاه آخر والإنسانية قبل القرآن غير الإنسانية بعد القرآن فهذا أجل وأعظم كتاب واحتفاءا كما قلت بهذا الكتاب العزيز يعني نحن لما يكون هناك ذكرى عادة نخصص لها مثلا يوم إنسان يفرح بيوم معين في حياته زواج أو ميلاد أو كذا يخصص يعني يعتبر هذا اليوم ذكرى طيبة فيحتفل به مع أسرته يتذكر ذكريات طيبة في هذا الموضوع لكن انظروا إلى كيف أن الله عز وجل أراد أن يحتفي بالقرآن فكان هذا الشهر العظيم شهر القرآن شهر رمضان الكريم الذي فيه هذه العبادة عبادة الصوم وعبادة الصوم ركن من أركان الإسلام وما في الصوم من روحانيات ويعني هكذا أراده الله سبحانه وتعالى يعني الاتزان الإسلام يقوم على الاتزان ففيه جسد وفيه روح ولكن مع الأيام نحن ننشغل بالجسد أكثر فأتي شهر رمضان ليقوّل روح ليقوّل قلب لنصبح أكثر رقة وأكثر قربا يعني نصبح مثل لا تشبه بالملائكة لا نأكل ولا نشرب ونعيش هذه الحياة الروحانية شهر رمضان هو شهر الصوم وهو شهر قيام الليل وهو شهر الطراحم وهو شهر المزاحمة على الحسنات وليس المزاحمة على الأسواق فلكل هذه المعاني كان هناك علاقة بين رمضان والقرآن اليوم أنا قصدت بمحاضرة غيف القلوب أن أتحدث عن القرآن والحديث عن القرآن يعني طلاوة وحلاوة وعذوبة وجمال ويعني ماذا أقول هذا الكتاب فتح الله به آفاق العقول وترق به على الوجدان والمشاعر ولامس فيه القلوب وزكى به النفوس فكأنما تم صناعة الإنسان صناعة أخرى أقصد الإنسان الذي اتبع القرآن كأنه سيصنع صناعة أخرى وسيبرمج نفسه برمجة أخرى فيصبح كما قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتحول إلى كتلة من النور يصبح نور يمشي في وسط الناس تصوري أنك أنت تمشي وكأن الشمس تمشي معك هذا حال المؤمن سبحان الله العظيم بماذا كان كل هذا التغيير بالقرآن العظيم سبحان الله العظيم فنريد أن نتواصل أو نتصل أو نتكلم في هذه اللحظات اليوم حبيت حتى لا أريدها حتى أن تكون محاضرة أكاديمية هي في شكل خواطر حول علاقتنا بالقرآن كيف نجدد هذه العلاقة كيف نتعرف أكثر على القرآن كيف نستفيد من الفرصة الاستثمارية هذا الشهر الاستثماري نحن الآن مثلا لما تأتي أعياد أو مناسبات أو كذا بين فترة وأخرى في الأسواق يعملوا فرص يعني يقول لك فرصة تخفيض 50% تأخذ 2 تأخذ 1 يعني بالذات النساء يهتمون بهذا الموضوع بشكل كبير وطبيعة البشر اليوم في فرصة استثمارية لمدة شهر فرصة للاغتنام فرصة لجمع الحسنات للتخلص من الأردان والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى للفرار إليه فهو ربنا ما لنا سواه فرصة أيضا للتأمل والتدبر فرصة لأن نجدد علاقتنا مع أعظم كتاب لأننا نحن لو سألنا أنفسنا ما علاقتنا بهذا الكتاب ما هي أوجه تقصيرنا سنجد أننا بالفعل أمة مقصرة في حق كتابها يختلف الناس طبعا في هذا الدرجات لكن كل مننا أدرى بنفسه ويتهم نفسه ونحن مع القرآن مع هذا الكتاب العظيم مهما فعلنا فنحن مقصرون في حقه حقيقة فما هي المفاتيح إن صح التعبير سأتكلم اليوم من خلال الخواطر في مفاتيح تساعد على التدبر والتأمل في كتاب الله تعالى على الاستفادة كما قلت من مناخ الصوم لأن مناخ الصوم القلوب فيه طريق المشاعر تزداد العواطف الدينية تزداد المناخ حتى العام يساعد يعني المساجد تعمر الدروس الإيمانية والعلمية حتى في القنوات وكذا طبعا توجد أشياء أخرى أكيد ولكن يوجد الخير إن شاء الله تعالى والذي يبحث عن الخير سيجده إن الإنسان يعني يجد نفسه في رمضان لابد أن يختم القرآن على الأقل ختمة أو ختمتين كل هذه الأجواء تساعد على اتصال وثيق أكثر بالقرآن والمؤمن دائما يريد أن يحقق الاتصال الوثيق بالقرآن وبكل ما يحبه الرحمن لكي يكون اتصاله بالله عز وجل الأعظم يريد أن يحقق الإيمان العميق والفهم الدقيق والاتصال العميق الوثيق الثلاثية هذه ثلاثية الاتصال الوثيق بالله عز وجل وبما يحبه الله عز وجل الإيمان العميق والإيمان العميق والفهم الدقيق هذه الثلاثية تخلق تلك الأجواء النورانية التي تحددت عنها فيكون الإنسان نورا يمشي بين الناس ولا شك أن محورها وقطبها وأساسها هذا الكتاب العزيز طيب مع هذا الكتاب العزيز أتكلم عن مجموعة من النقاط النقطة الأولى ماذا نعرف عن القرآن يعني لما نحن نريد أن مثلا أحيانا الإنسان حتى بضاعة يريد أن يشتريها يتعرف على هذا المنتج يعني يعرف تاريخ الصنع بلد الصنع نوعية القماش مثلا على سبيل المثال فكيف لا نتعرف على كتاب الله عز وجل هذا الكتاب العظيم الذي لما سمعته الجن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يعني الجبل على سخور وجدر في الأرض يغوص بمقدار ما نراه من الجبل يقول العلماء على الأقل ثلثيه في الأرض على قصوته يكاد يخشع ويخضع لو تنزل عليه القرآن الأمة كانت قبل القرآن أموات هذه هي الحالة حافظ إبراهيم يقول شاعر حافظ إبراهيم شاعر النيل يقول هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه الله سمى كتابه روح بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا وهل حياة حقيقية بلا روح لأن هناك فعلا في دنيا الناس من هم أموات غير أحياء ولا يشعرون أيانا يبعثون يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم الدنيا همهم يأكل يشرب طيب ما الفرق بينه وهو لا يفكر في أين المصير وأين من الذي سيصنعه وسيحدد جملة من أمور حياته إنه هذا الكتاب العزيز كما قلت أحباب الكرام كان الحالة في الجزيرة العربية وفي غيرها من دنيا الناس كانت أقوام تتسارع وضللات بعد طبعا فترة من الرسل وانقطاع بعد سيدنا عيسى عليه السلام ثم الانحرافات وانحراف النصارى وانحراف اليهود انحراف الملل في شرق آسيا عبادة الأوتان في الجزيرة نفس الشيء والعادات الجاهلية جاءت تلك ذاك النداء من حراء جاء ذاك النداء بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا النداء الحرائي الجميل العذب مرة كتبت مقال خاطر عن هذا النداء سبحان الله يعني بدأ الآن كما نقول خط آخر يعني مثل الانقلاب في الزاوية يعني تغير تغير كامل تغيير كامل تنزل هذا الكتاب على أعظم خلق الله عز وجل على سيدنا وإمامنا وإمام المرسلين وخير الخلق أجمعين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يعني قرأتم أكيد السيرة كيف أنه من قبل حتى غار هذه اللقطة أو هذا الحضور الرباني أو هذا الاستفاء كان يبحث يعني ويرى ما في قومه من ضلال ويبحث عن الهدى فجاءت هذه اللحظة وبدأ تنزل هذا الكتاب العزيز ليشكل فرقا جوهريا في كل من اتبعه بهذا الكتاب العزيز بدأ ينذر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الآيات الأولى والسورة كلها سورة العلق تتكلم عن قراءة بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق والكون تتجسد فيه كله حالة الانسجام الحقيقي متى يقرأ الإنسان بسم الله فإذا من حرف الإنسان عن القراءة بسم الله كانت الجاهلية على كافة صورها يعني الجاهلية ليست فترة زمانية لما الناس تتبع أصنام أو تعبت بالناس أو لا تتحقق العدل أو ما زال هي نفس الأمور التي نهى عنها المرسلون والتي يعني حذروا منها فسبحان الله يعني هذه الآيات الخمس الأولى تؤسس لقراءة بسم الله تعالى وهي قراءة تأملية تدبرية إعمارية تنفع حتى الذي لا يؤمن المؤمنون والمسلمون لما تشربوا هذه المعاني حتى مع من لم يؤمن بهم كانوا يتسامحون معهم أتكلم عن الذين أحسنوا إسلامهم بالفعل لا أتكلم عن الذين ربما يعني رفعوا شعار الإسلام وتبقوا غيره أتكلم مع من انسجموا فعلا فكانوا أن عاشوا بهذه القراءة انتقلوا من رعاة للغنام إلى قادة للأمم كما قلت في هذا البيت يكفيه شعب من الأموات أحياه كانوا أموات يعني بماذا كانوا يفكرون في النهاية أخصى ما يمكن أن يفكروا فيه أنه ممكن يكون عنده سيط في القبيلة يدبح النوق وكذلك قل يقى يقال هذا أقصى ما يمكن ينصرون أخاهم ظالما أو مظلما على العهد الجاهلية يعني لا يسألون أخاهم إذا ما ندبهم أو كدف برهان لا المهم أن عصبية جهيل كل هذا الأمر الأمور تم تهذيب هذه النفوس تم ترقيق تلك القلوب العاصية تم أمر آخر فتح آفاق للعقل فأصبح هناك آفاق تتسع لفهم الدنيا وفلسفة الكون ولماذا جئنا وإلى إين سندهب وهو ما هو المصير وما هو دوري في هذه الحياة كل هذه الأسئلة الكبرى الأسئلة الوجودية أجاب عنها القرآن بكل سهولة وبكل يسر الذي قلب الكيان هؤلاء رعيل الأول من الصحابة ومن بعدهم صحابة والتابعين وغيرهم هو القرآن والقرآن مازال موجودا ومازال محفوظا ولله الحمد فماذا نعرف عن هذا الكتاب أولا أنه كتاب من الكتب السماوية أنزل الله كتبا كما أرسل أنبياء جزء من إيماننا ركن من أركان الإسلام أن نؤمن بالكتب السماوية بسمنا الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لكن تلك الكتب كانت لفترة معينة وأتمن الله عليها يعني أناسا فضيعوها أما هذا القرآن فيختلف هذا مهيمنا على الكتب وهذا هو الكتاب الذي هو نهاية الكتب السماوية وأعظم كتب الله عز وجل وكل رسول بعت ومعه معجزة أما النبي صلى الله عليه وسلم فمعجزته الكبرى والأساسية في الكتابه فهو كتاب وهو معجز أيضا وهو معجزة وهذا يختلف فيه عن بقية الكتب أكيد فكتاب الله هذا الذي هو كلام الله الذي أنزله على رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل جعله معجزا وجعله أعظم الكتب وأعطانا الأجر لتلاوته ونتعبد الله عز وجل به فنصلي بالقرآن سبحان الله العظيم جعله مقترنا بالصلاة ومقترنا بعباداتنا والحرف بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته ففي تلاوته أجر ولكنه ليس لغرض التلاوة فقط لا يجب أن نتعرف على القرآن أكثر كل ما تعرفت على شخص أكثر نحن يعني ولله يعني سبحان الله لما الإنسان يتعرف على شخص أكثر ويعرف أوصافه وصفاته يصبح قريب منه يعرف ماذا يحب ماذا يكره من خلال هذا الكتاب نحن نتعرف على ما يريد الله عز وجل وما لا يريد نتعرف على المرسلين حتى الذين يعني على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزء من معرفتنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت من خلال القرآن وتعرفنا على رسول الله أيضا من خلال القرآن وأيضا هذا القرآن علينا أن نعرفه أكثر فنعرف أنه كل المسلم يعرف ما هو القرآن الذي يبدأ بفاتحة الكتاب وينتهي بالناس هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي يحفظ الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وهذه ميزة امتاز بها القرآن فكل مسلم يوقن يعني هو عنده يقين جازم بأن هذا الكتاب الذي موجود بين أيدينا اليوم المصحف الذي موجود بين أيدينا اليوم هو هذا الكتاب الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يعتري فيه تبديل ولا تغدير حرف فيه لم يتغير صوت فيه لم يتغير هذا القرآن مميز حتى طريقة كتابته تختلف يعني في الرسم اللي يسمى الرسم العثماني والذي صلحت عليه الأمة وأصبح حتى العلماء حتى العلماء الكبار يعني الأئمة الأعلام مثل إمام مالك وغيرهم يقول لا يجب أن يظل بهذه الطريقة بهذا الرسم أن الرسم أصلا حتى الرسم يعني يتغير فنحن نرسم القرآن بطريقة ونقرأ القرآن بطريقة صحيح فيها لغة باللغة العربية أنزله الله بلسان عربي مبين لكن نحن نمد وندغم ونخفي يعني كلكم اللي درس القرآن يدرك أن هناك أحكاما في القرآن في نون ساكنة وأحكامها وميم الساكنة وأحكامها وأحكام الغنى وكذا فيقرأ بطريقة خاصة متفردة هذا الكتاب متفرد ليس مثل غيره والقرآن أيضا كما قلت حفظنا ما قصدت بالصوت قصدت هذه المدود وهذه الأحكام الخاصة بالقرآن ظلت الأمة تتلقاها جيلا بعد جيل لأن هذا القرآن حفظ في الصدور في الصدور وحفظ في السطور كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يتلقى القرآن يسرع لأن الله عز وجل يقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون قصر في التبليغ بأبي هو وأمي وهو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمان وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله خير ما جزى نبي عن أمته فكان النبي حتى الله عز وجل يقول له سنقرئك فلا تنسى تمهل قليلا أنت ستحفظ هذا القرآن وستتلوه على صحابتك من شدة حرصه على تبليغ القرآن فكان الصحابة ردوان الله عليهم يحفظونه والذاكرة في ذلك الوقت تتسع هم أول ما تلقوا القرآن لا هذا ليس شعرا هذا ليس مثل الشعر الكلام عربي لكن ليس بطريقة نفس الطريقة النظم هذا ليس شعرا ولا نثرا وجابه جهابدة قريش جهابدة قريش الوليد بن المغيرة قال ما الله أنا أدرى بضروب الرجزي وبالشعري وتعرفون أنني أهلهم كلهم كانوا في قمة الفصاحة في ذلك الوقت وأنا يعني من أفصحكم لكن هذا لا هذا نظم آخر إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمضغق وجعل يصف القرآن طبعا لم يؤمن هذا عناد وشيء آخر يعني رأن على القلوب للأسف الشديد بالمعاصي لكن يعني القرآن هز هؤلاء كلهم هذا الكتاب نظمه كما قلت فريد نحن لا نسمي مثلا القرآن مقسم إلى ماذا إلى سور لا نسميها فصولا أو أبوابا والسورة مقسمة إلى ماذا إلى آيات لا نسميها فقرات معناها فقرة يعني تعتبر كان فقرة لكن لا نسميها كذلك يعني أقصد المصطلحات القرآنية مصطلحات خاصة آية وسورة طبعا بنص القرآن سورة وبنص القرآن آية والآية تعتمعنا الشيء العظيم والنعمة تعتمعاني أخرى فهذا القرآن مصطلحاته خاصة آيات وسور ونظمه خاص يختلف عن أي نظم بياني آخر وهو أعظم الكتب بلاغة وبيانة هناك أناس لا يؤمنون بالقرآن لا يؤمنون هناك من النصارى مثلا لأن حتى لو يريدون أن يحسنوا لغتهم يقرؤون القرآن طبعا نحن لا نفعل هذا نحن نؤمن بالقرآن بأنه كتاب الله لأن يقول لك القرآن يساعدني على أن أتلقى لغة راقية على البيان والبلاغة هذا القرآن كما قلت حفظه الله عز وجل نظمه خاص صوته حفظه الله عز وجل في الصدور وفي السطور طلقاه الصحابة يحفظونه في سطورهم يتنافسون على هذا الحفظ وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يتلقى القرآن يأتي بكتبة الوحي ولم يكن يقرأ ولا يكتب الله عز وجل يقول وما كنت تقرأ قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون ولكن كان يأتي كتبة الوحي فيكتبونه فلما توفى الله عز وجل وانتقل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان القرآن كله موجودا بترتيبه ترتيبه توقفي من عند الله يعني ترتيب الآيات الآية ممكن أن تكون الآية مثلا في سورة البقرة يمكن أن تكون نزلت متأخرا يتم ترتيب هذه الآية في هذه السورة يتتنزل عليه ويقول له جبريل عليه السلام هذه الآية موضعها في كده وهذه السورة ترتيبها في كده فبقي على ما هو عليه بهذا الترتيب لم يتغير ولم يتبدل ولن يتغير ولن يتبدل ولو تدركون حجم الهجمات على كتاب الله تعالى لقلتم سبحان الله يعني المؤمن من النعم التي لا نشعر بها أحيانا أنه لا نشعر أن هذا الكتاب أنا أعطي في سلسلة محاضرات مع أكاديمية الدراسات القرآنية عبر الأونلاين عبر الزوم كل اثنين هي للمناسبة كل اثنين هي الساعة ستة السلسلة جعلتها تحت عنوان مع القرآن فقلت للأخوات في أول حصة قلت لهم يعني أعظم نعمة نحن لا نستشعر به أو أحيانا يعني كما نقول يعني الآن المانة مثلا دائما موجود لا أشعر أحيانا بفقده هذه النعمة النعمة التي دائما وتأتي لا نشعر بها والله غياب الماء والذي أحيانا نشعر به بالعطش أشد من أن يغيب القرآن على القلوب لو كنا ندرك سبحان الله العظيم فهذا القرآن سبحان الله نعمة لا تقدر بتمن نعمة أن حفظ الله لنا هذا الكتاب وأن هيأ الأسباب لحفظ هذا الكتاب من أولئك الرعي للأول صحابة ومن بعدهم التابعين ومن بعد ذلك حتى تطورات حدثت في اللغة مثلا وضع الحركات الضمة وكذا وغيرها من الأمور خدمت اللغة وخدمت يعني كانت سبحان الله سببا في تحسين وتجويد الكتابة في المصحف مثلا والطرق التعليمية المتعددة للأمة لم يخلو مدينة من مدن المسلمين حتى لما المسلمون مروا بمراحل انحطاط وكانت الأمية منتشرة وكذا كانت الكتتيب والزوايا تؤدي دورها لحفظ هذا الكتاب إذن يسر الله له أسبابه وهيأ الله له أناسا يضحون من أجله كما قلت كان فيه هجوم شديد على القرآن سواء من بداياته من كفار قريش وحاولتهم صد الدعوة والتشويش وكذا أو بعد ذلك المحاولات ما زالت مستمرة لخمسين سنة فاتت أقل من خمسين سنة فاتت يعني ممكن قبل انهيار الاتحاد ما يعرف بالاتحاد السوفياتي كان يمنع على المسلم أن يقرأ القرآن فكان المسلمون في تلك الأقصاء الأسقاع كان الواحد منهم يذهب مسافات طويلة يكون لديه مصحف مخزن يكاد الأوراق تكاد تكون مبعثرة يفتحه لأبنائه واخد ابن معه صور يعمل له عصابة يعني يغمض عينيه إلى أن يصل إلى المكان لماذا هل هو قاس مع ولده لا لكن هو يخاف من الكي جي بي من المخابرات في ذلك الوقت أنا أتكلم عن وقاع ليست بعيدة لا أريد أن أتسلسل في قبل ذلك محاكم التفتيش وكيف أنهم لو يجدون إنسانا يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم سيقطعون رأسه لا أتكلم عن هذا فقط تتكلم عن أقل من مئة سنة فاتت عن قرن من الزمان أو أقل فكان يطارد الناس بهذه الطريقة يذهب هذا المسلم الذي لا يستطيع حتى يصلي أمام أبنائه لأنه كان الإلحاد والشيوعية ولا إله والحياة مادة ويجب أنت أن تؤمن بهذا وإلا فإنك ستقطع إربا وسيعمل في أسرتك ما لا يمكن أن تتخيله يذهب هذا الرجل يقطع الفيافي لكي يمر بغار فيه مصحف مقطع مصحف ورثه من والديه تصوروا أحيانا مسكين لا يقرأ إلا القصار الصور لكي يعلمها لابنه يعني الحجم الهجمات على كتاب الله تعالى عبر التاريخ هذه تحتاج إلى محاضرة لكن سبحان الله العظيم برغم كل هذا حفظ الله عز وجل هذا الكتاب فهذا الكتاب محفوظ بحفظ الله لما نرى هذه المعاني نستشعر قيمة أننا يعني يسهل علينا نأخذ المصاحف موجودة ونقرأ القرآن ونستمع للقرآن والإذاعات وفي الفضائيات وفي مساجدنا العامرة ونحن بلد القراء والإقراء ولله الحمد ومن قبل هذه النعمة متوالية في مجتمعاتنا فإذن هذه النعمة نعمة القرآن الصحابة يا أحباب فهموا القرآن عرفوا القرآن فللمناسبة كفار قريش أيضا عرفوا القرآن هم لماذا لم يستجيبوا لأن أبو لهب أو أبو جهل مثلا يقولك أنا ما كيف يعني هذا القرآن يقول لنا أن الناس هادوا مخلوقين من ذكر وأنثى وأن الله جعلهم شعوب وقبائل ليتعرفوا وأن أكرمهم عند الله أطقاكم القرآن لا يقول له ذلك هو لا يرى ذلك هو يرى نفسه خير من بلال وخير من خبب يقولك أنا يريد هذا الإسلام أن يساويني بينها القرآن هذا يقول أن كلكم سوا وكلكم لآية يعني بسم الله الرحمن الرحيم الآية إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَرَفُوا إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَطْقَاكُمْ أي كيف سيتحملها هذا هذا لا يريد أن يتحملها لا يريد أن يتحمل العدل لا يريد أن يتحملوا أن الربى يكون حراما ولذلك هم فهموا ماذا يريد منهم القرآن أجعل الإلهة إلهة واحدة إن هذا لشيء عجاب قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا نحن نعمل 365 صنم حول الكعبة كل واحد يأتي قبيلة تأتي من أجل صنم طب الآن نقول لهم إله واحد لن يأتوا من أجل الأصنم سنخسر تجارتنا ففهموا ماذا يريد منهم القرآن ولذلك هم لا اختاروا عنادا ورانا على قلوبهم فلم يستجيبوا له الصحابة رضوان الله عليهم فهموا ما أراد القرآن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أول من يعني عذب بالقرآن والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم وقال لنا اقرأوا القرآن على أربع وذكر منهم عبد الله بن مسعود يقول كيف كان يتلقى الصحابة قال كنا لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات العاشر آيات خمستاش آية تتنزل عن نبي صلى الله عليه وسلم حين يتنزل نصف آية فقنا لا نجاوزهن يعني لا نجتاز هذه الآيات حتى نعلم ما فيهن وهم كبعا كانوا أهل الفصاحة والبيان فيعرفون الآية واضحة بالنسبة لهم حتى نفهمهن ونعلم ما فيهن ونعمل بهن إذن اقترنا الفهم بالعلم بالعمل وهذا كان ديدنهم فتغيرت حياتهم ليصبحوا بدل ما كل واحد يفكر في دنيا واشياء ليست داثة جدوى أصبحت مدرسة دار الأرقب من الأرقام التي يتلقى فيها الصحابة ويتسابقون ماذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأننا الآن نتسابق هل من جديد من تخفيضات لا هم يتسابقون من أجل القرآن فيحفظون هذه الآيات فهذا كان الحال التعامل القرآن هو القرآن المسألة في كيف نحن نتعامل مع القرآن طيب كيف بعد ما أتعرف أكثر على القرآن ماذا يجب أن أعرف عن القرآن على الأقل الإنسان الحمد لله أولا هذا القرآن العز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر القرآن بالمجمل مفهوم حتى نحن الآن بعيدون ولغتنا بعيدة عن يعني لسنا أصحاب فصاحة لكن ليس في القرآن يعني كلمات كثيرة غارقة في الحشوية يعني حشو من كلام هذا كلام الله وبلغته وكل كلمة في القرآن لو نحن استبلنا أي كلمة في القرآن وقلنا كل كلمة لها مرادفات في اللغة أحيانا كلمة هذه عندها تسعة وتسعين أو حتى أكتر من المرادفات لو قلنا طيب نأتي بمرادف لها فإن الميزان البلاغية والبيانية والعلمية وكله سيختل في الآية لأنها موضوع سيختل يكون على الأقل أدنى من الأحسن لأن في القرآن ليس يعني درجة أقل في البلاغة ولا يوجد مثلا صور أبلغ من صور كل القرآن بليغ مكيه ومدنيه قصاره وطواله التي تتحدث عن الأحكام الآيات التي تتحدث في القصص القرآني في الأمثال كله على أعلى وأعلى وأعلى درجات البلاغة قرأت كتابا بعنوان محمد الرسالة والرسول لقبتي هو يبدو أنه أخفى إسلامه والله أعلم بحاله كان يتردد إلى الكتاتيب ويحفظ القرآن لأنه شدته بلاغة القرآن شدته بلاغة القرآن جذبته بلاغة القرآن فهو على أعلى والقفار قريش هؤلاء كانوا في أعلى درجة عالية جدا من البلاغة لما بعت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أفصح الناس طيب هم لو أنهم وجدوا في القرآن ما مثلبا ما وحاشا لو وجدوا كان الأمر الأسهل يعني يأتون نبي صلى الله عليه وسلم يقولوا أنت لا هذا انظر هذه يعني يجب أن تقون كذا أو هذه يجب أن تكون وينتهي القصة ويحاججونه لكن لم يستطيعوا والله عز وجل تحداهم بسم الله الرحمن الرحيم قل لأني اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تحداهم أن يأتوا بسورة مثله أن يأتوا بعشر صور قلتوا مفتريات تبعتوا عشر صور لمفتريات لم يستطيعوا ووقفوا وقلت إن زعماءهم أعلنوها إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة والأمر أسهل بالنسبة لهم لو حاجوهم وكان هذا موجود عندهم حتى في سوق عكاذ وكذا يأتي الشاعر فيقول له شاعر آخر لا لو قلت كذا لكان كذا وفي نقد أدب إن صح التعبير ولكن لم يستطيعوا لم يجدوا فجالدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه والأمر أسهل لو كانت في المحاجزة في مسألة محاجزة فهذا القرآن العظيم هذا الذي المشاعر والفهم لهذه الأشياء تزيد معرفتنا بهذا الكتاب العزيز نفهم بعض المصطلحات القرآنية اليوم فرصة في رمضان أن الإنسان يعيش مع القرآن لعلي أغوص بكم في رحلة لا أقول تأملية ولكن على الأقل في بعض النفحات والإضاءات السريعة اليوم نحن غدا يعني ليس غدا ولكن هنا غدا لنظره لقريب بعد أيام معدودات سنكون في هذا الشهر الفضيل وقلت في رمضان الفرصة أكثر للتأمل وهذا كان كثير من الصالحين يعني مع أنهم عندهم عناية خاصة بالقرآن لكن يزيدون في هذه العناية في شهر رمضان الكريم فيبدأ الإنسان يقول أنا هذا القرآن بالله عليك ماذا أعرف عنه أليس حال بعضنا حاله مع القرآن أنه يقرأ ربما ختمة في رمضان وقد يكملها وقد لا يكملها وتحت حجج واهعية أن الزمن لا يتسع مع أن الزمن عنده يتسع لعشرات الأشياء الأخرى وللأسف بعض الآن كأنه يراد أن يقال لنا أن هذا رمضان شهر يعني متعب وشهر فيه جوع وكذا وشهر ثقيل الدم فأنتم نبقوا نخفوه عليكم بالمسلسلات والإغراءات المتنوعة مع أنه شهر ضبط الشهوات وهذا الخلل فينا إذن ليس الخلل في رمضان لكن لعلنا لعلنا إن شاء الله نغير وصل الله نغير أحوالنا اليوم كما قلت أنا أريد أن أتعرف أكثر على هذا القرآن يمكن أن يكون ذلك بطرق متعددة الاستماع مثلا لمحاضرات مثل هذه أن أعرف على الأقل الأساسيات عن هذا الكتاب أنه مثلا كما قلت ذكرت بعض الأشياء أنه أعظم الكتب وأنه منذل هذه أساسيات الإيمان يعني كل مسلم يعرفها لكن أعرف أنه فيه مكي ومدني أنه أنزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل جملة واحدة وهم قالوا له وقالوا لو لا نزل هذا القرآن جملة واحدة الله عز وجل رد عليهم كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فيعيش الإنسان مع معرفة كتاب موجز في علوم القرآن يعني قد يكون مثلا مئة صفحة ممكن الإنسان يقرأ فيه أو يمر حتى على النتو ويبحث عن هذه المصطلحات ما معنى أن القرآن مكي وما معنى سورة مكية ما معنى مدنية ما معنى أنه منجما كيف تم توثيق القرآن الكريم وهذه محاضرات حتى موجودة يعني حتى بعض الناس بره وأخت قريمة قالت لي لا القرآن كتب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له لا تقوليها إياكي إياكي هذا أمر خطير جدا هذا حدث مع الكتب السماوية الأخرى التوراة دونت بعد خمسة قرون من موفاة موسى عليه السلام نحن كتابنا كان يدون أول بأول نحن كتابنا حفظ أول بأول هذا كلام خطير يعني يفتح باب للمستشرقين وللمغرضين في الحديث عن القرآن العظيم قلت حفظ صوتا المد الذي مد به النبي صلى الله عليه وسلم تلقيناه ولهذا المشافهة في تلقي القرآن حتى القرآن يحفظ بطريقة خاصة يحفظ أن التلميذ يتتلمد على شيخه وشيخه عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا السند المتصل في هذا الكتاب فسبحان الله يعني هذا الكتاب القيم العظيم اليوم نحن نريد أحيانا لما نقول نريد أن نتدبر يقول لك بعض الناس طيب يعني أليس كم أحتاج إذن أن تهولون الأمر أحتاج إلى أن أقرأ كتب كثيرة في التفسير أقول التأمل والتدبر غير القراءة في التفسير طبعا الإنسان لو ينهل من علوم التفسير وعلوم القرآن وبلاغة القرآن وأكيد هذا سيبحر ويغوس ليجد البحر فعلا كما قال الإمام الشافعي تعالوا فوقه جيف ويستقر بأعصى قعره الدرر سيجد الدرر في هذا الكتاب العزيز لكن ليس كل إنسان لديه هذه الهمة لكن على الأقل نعرف معلومات عن كتاب الله عز وجل واليوم الكتب حتى بالنت تستطيع أن تنزليها أو أيضا حتى تستطيع أن تقرأ مقالات هذا أولا الأمر الثاني الإنسان أحيانا يريد فقط أن يفهم معاني الكلمات يعني الله عز وجل ما يتكلم في سورة الزلزلة بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة من شر يره بالله عليكم أخواتي هذه حتى لو لم تقرأ كتب التفسير ألا استفهمت المعاني الإجمالية لهذه السورة التي تتكلم عن يوم القيامة وأن كما قالت على القبور بعثرة وفي سورة أخرى وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره ألست واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار فأغلب القرآن في الحقيقة واضح وربما الإنسان يحتاج ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر